ليست الطوابير الأطول في محطات المشتقات فحسب بل هي صورة تختزل المعاناة الأطول والأقسى لشعب تتفنن الميليشيا في صبغ حياته بالدم والمشقة حيث الأزمة المفتعلة في المشتقات إحدى صور التحكم بالمجتمع عبر افتعال الأزمات فمن خلال أزمة المشتقات لا تحقق قيادات الميليشيا ثراء الفاحش عبر السوق السوداء فحسب بل تجعل من الأزمة التي تفتعلها وسيلة لتجنيد الفقراء إما عبر إيهامهم بأنهم ذاهبون لمواجهة من يخنقونهم بمنع المشتقات أو من خلال مساومة الأسر الفقيرة على الدفع بأطفالها نحو المراكز والجبهات مقابل إصطوانة غاز قيم الميليشيا ببيع جالون البنزين سعة العشرين لترا بأكثر من خمسة وستين دولار يعد وفق اقتصاديين أمرا كاشفا وكافيا لمعرفة الحجم المهول الذي تمتصه ميليشيا الدم من أموال اليمنيين حصول الميليشيا على أموال جديدة في الأرصد ودماء جديدة للجبهات وتحقيق التحكم بالمجتمع وإذلاله أهداف يمكن للميليشيا ودعمها الذهاب لأجلها نحو ما هو أشد وأقصى من كل المعاناة التي تسببوا بها حتى اللحظة دون مبالاة بأن الطوابير الطويلة لقاطرات المشتقات التي تحتجزها الميليشيا في الجوف والبيضاء تفضح المتسببين بأطول طوابير السيارات في صنعاه فالحوثيون الذين انكشفوا حتى على قنواتهم بكونهم المتسببين باحتجاز القاطرات وافتعال أزمة المشتقات ذهبوا كعادتهم نحو اختراع مبررات هي أشد وقاحة من الجريمة متسببين بتأجيج الغضب الشعبي الذي ترجمه البعض في صنعاء عبر كتابات غاضبة على الجدران مطالبين برحيل ميليشيا إيران حيث يقين المجتمع أن الخلاص من ميليشيا إيران الطريقة الوحيدة لصناعة الفرحة في صنعاء والطريق الأوحد لاستعادة اليمن السعيد ترجمة نانسي قنقر